التفل يجعلك مناخيره مصفرة وخدوده كده مصفرة وقدي مصفرة التفلى ده لازم نفرق لما يكون الجلد مصفر بتاعة العين تفرقه ما بين حاجتين هل الجلد بس مصفر ولا الجلد وعنية مصفرة دي علامة فاصلة لما يجي لك عين مصفر في العين ده ولا حاجة أو ابنك صفر تفرقه تبص على لعنه تش establish الجفن كده وبص على لعنه هل بيض العين مصفر ولا مش مصفر لانه ده يفرق ما بين حاجتين مهمين جدا التفل اللي جاني ده الأم جاية تشكل أن العيل عنده إيه صفرة أو مسفرة بصيت على العيل ده مناخيره مسفرة جلده مسفرة دي مسفرة بس يعنيه مش مسفرة سألت الأم أنت لوقتي بتأكلي للعيل ده جزر تقولك أنا تقولي اليوم بديله جزر شربة فيها جزر جزر فيه جزر تبصي تلاقي العيل ده يحصل الجزر ده في مادة صفرة اسمها الكاروتين الكاروتين دي بتصفر جلد العيال لما تديها بكميات كبيرة قوي أنا قلت للأم لحظة أن العيل ده طفل بنا آدم مش أرنب الأرنب هو اللي يأكل جزر 24 ساعة لكن البنا آدم بيأكل جزر وأشياء أخرى فأنت لو سمحت ما تقوليش تدي جزر 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 لأن ما ايه آه كتر الجزر يأول نظر بس بيصفر العيل فما تقوليش تدي جزر اللي 24 ساعة خفي الجزر شوية لأن حصل له حاجة اسمها هيبر كاروتينيميا أو الكاروتين في جسمه أو السبغة دي علت في جسمه في سبغة الجلد تفرق إزاي من إيه أن دي هيبر كاروتينيميا ولا صفرة أن تبص على الجفن بتاع العيل مسفر ولا مش مسفر لأن دي علامة فاصلة هل الكاروتين عالي نتيجة الجزر جلد الهايبر كاروتينيميا أو الجزر الكتير يصفر الجلد لكن ما لهش علاقة بالعيل عيل تاني يصفر تبص تلاقي إيه التفلي مثلا يجي لك 5-6 سنين أرفان كده ومش عايز يأكل وابتدى يرجع كل شوية يرجع حتى منظر الأكل يخليه يرجع وهمدان ونايم على جنب كده هو ويقعد يرجع يرجع 5-6 أيام طبعا كعادي كعادتنا الدكاترة بتقايم وتسرعة في التشخيص ويقولك دي نازلة معوية عيل بيرجع إمتى تحلف على نازلة معوية لو بيكون عيل بيرجع وبيسل لكن لو بيرجع بس لازم توقف كده تاخد خطوة للخلف وتنظر للأمور نظرة أشمل شوية مش كل العيال اللي بترجع عندها نازلة معوية في عيل بيقعد يرجع يوم واثنين وثلاثة واربعة وهمدان وما بيأكلش وشكل الأكل بيضايقه زي الست الحامل كده تبصي تلاقيها لشكل ايه في مرحلة معينة من الحامل يبقى ايه عمالة ترجع وشكل الأكل بيضايقه التفلي يخش في حاجة مشابهة كده تبصي تلاقي عمالة يرجع باستمرار هامدان ما فيه درجة حرارة نص درجة ويمكن ما بيبقاش فيه وشكل الأكل بيضايقه وتبصي تلاقي بعد أربعة خمس تيام من الأعراض دي يبدأ يصفر جلده يصفر ويعنيه تصفر فلما يكون واحد بيرجع بس وما بيأكلش في السن اللي حوالي المدرسة اللي هو سن الرمرامة يعني ايه سن الرمرامة للعيل بيأكل من الشارع كتير ده لسن اللي هو بتاعه خمس ست سنين ده ولا سبع سنين اللي عمالي يتنقل وبيخرج برا السيطرة بتاعتك شوية وبيشتري حاجات ممكن ما تبقاش نضيفة قوي او مش مغلفة كويس او يشرب مية من حتة ملوسة ده ممكن يجيب له حاجة اسمها التهاب كبدي وباقي التهاب كبدي وباقي يبدأ العيل ايه مالوش شهية للأكل ويبدأ يرجع وشكل الأكل بيضايقه وبعد خمس ستة أيام يبدأ يصفر يفسح المرض يفسح عن نفسه فأنت لما يجيلك عيل بيرجع تأنى كطبيب تأنى تقولي الأم ايه لحظة لون البول لمدة 48 ساعة لأن الصفرة دي بتخلي العيل يصفر وتغير لون البول تبصي تلاقي لون البول دي بقى لون الشاي اغماء فلو عيل بيرجعلك عيل بيرجع بلاش تتصرع ان احنا نقوله دي ناسة معوية ولا ممكن يكون بداية التهاب فيروسي بلاش تقول لها التهاب كبدي وباقي عشان حكتين عشان ما تخدهاش ما تخدش الأم وعشان تبقى حريص في الايه ممكن ما يطلعش التهاب كبدي ولا حاجة فايه تبقى حريص تقول لها فيروس ولا حاجة ده بيخلي العيل يرجع نبص عليه ونلاحظه بعد يومين تاني بس في خلال اليومين دول انت تلاحظ لون البول لو لون البول يغماء بقى لون الشاي ولا حاجة يعملي تحليل البول عشان اتطمن ان دي مش بداية صفرة فيه فرق ما بين الصفرة نتيجة ان عيل جلده يصفر نتيجة ان هو خد جزر كتير وان هو عنده التهاب كبدي وبقي اللي جزر كتير احنا زي ما قلنا الهايبر كاروتينيميا او السمغة الكاروتيني اللي موجودة في الجزر دي تسفر الجلد بس لكن مالهاش علاقة بالعين لكن الطفل لو عنده التهاب كبدي جلده يصفر وعنيه تصفر تبصي تلاقي بصي ايه تسحبي العين كده هو الجفن بتاع العين تبصي تلاقي على البيض بتاع العين فيه شوية السفرار ممكن يبقى السفرار بسيط اوي يبان تحت الجفن مباشرة وده الفرق ان انت تفحص العين بدكة او تفحصه كده ايه ما تيسر ما تيسر تفكت اشياء كتيرة في التشخيص بتفحص بدكة ما بقولش تفحص ببطء ممكن بتفحص بسرعة 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 بس بتاخد كل الاجزاء بتاعت الجسم ويه وتديها حقها في الكشف فانا جالي تفلي مثلا من اسبوعين تفلى برضه على خمس ست سنين وعملها ترجع 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 ماشي وبطنها واجعها شوية لما تسحب العين تده تلاقي تنج او هبابة من الصفرة تحت جفن العين دي يبقى بداية الصفرة عمري تحليل بولت لانه عندها بداية التهاب كمدي ساعات الالتهاب الكمدي يجي بسرعة بسيطة قوي وساعات يجي حتى بترجع بس وما يصفرش العين اللي بحاجة اسمها يعني يخد العدوى بس بدون صورة ظهرة طب علاجه ايه؟ يريح في البيت الالتهاب الكمدي وابايا يا جماعة فيه ايه؟ احنا عندنا مورسات تبوهات شغالة في الطب يقولك عيل جاله صفرة او التهاب كمدي ياخد مربا وعسل ابيض وعسل اسود ويريح في البيت وياخد مش عارف بأدوية منشطة للكبت كل ده كلام فارغ مش موجود في الكتب العلمية للمربا هتنفع ولا العسل اسود كل اللي هتعملين لما تدي الابن احنا ما يجي له التهاب كمدي هتدي له اكل مسكر كتير ان نفسه تموع ويكره العيشة واللي عايشينها ومن كتر السكرات يرجع بقى من كتر السكريات تخير انت الارباة وعشرين ساعة ما لا تكلم ربا وعسل حاجة يعني اتزهق وحاجة ملهاش اي قيمة ولا لها فايدة على الكبد ولا حاجة فابن جاله التهاب كمدي يريح في البيت لان علاجه الراحة ما فيش دواء هيديه خف هو سيلف ليمتنج بيروح لوحده لكن تساعد انه ما بقاش فيه اجهاد على الكبد انه ما يتحركش كتير يخليه حرقته محدودة بحركة الشقة مينزلش الشارع عشان ميعملش مجهود والعكل يبقى قليل للدهون دهنه قليل ممكن ياخد شربة خضار حتة لحمة صغيرة كده بس ما فيش ديون صدر فرخة صغير وتشير الجلد عشان فيها دهون ياخد لبن خال خال الدسم حاجات ما فيهش ايه دهون شربة خضار شربة لسان عشرة حاجات بسيطة ما فيهش دهون مش عصر ابيض وعصر اسهد ويجي للعايل يعيني سبع سنين يعيني العايل هفتان كده عايزي اكل عايزي اكلني يا دكتور ساعدته كبيرة جدا لما قولي الام اكليه شربة خضار يعيني الواد ايه روح تردت ليه هياكل ما الام زهقته في عشته وعملت الدولة عصر ابيض وعصر اسود ما ليش دور للسكريات قوي في التهاب الكبد الوبائي لو سمحت اكل ابنك عادي اكل معتدل قليل للدهون وحكته الشخصية تبقى الوحدها الشوكة طبع المعلقة الفوطة حكته عشان ما ايه محدش تاني يتعدي في ايه في الاسرة وخليك انت ام وسويسة يعني ايه ام وسويسة كل ما تراعي ابنك تخسل ايديك كويس ليه لان انت بتطبخي البيت الاسرة عشان محدش تاني يتعدي لان انت هتبقى هي حملة العدوى على ايديك فانت رعيت العين نظفتيه غيرتله عملتله اي شيء تخسل ايديك خليك انت ام وسويسة ويجيبي بقى ايه مطهيرات للحمام لان العدوى في الالتهاب الكبدي الوباية عن طريق البراز الافرازات بتاعت الجسم فانت نظفي مكان ولم ياخدش الحمام ولا حاجة ده اللي تعمليه عشان تحمي نفسك وتحمي بقية افراد ايه افراد الاسرة محدش تاني يجيلوا عدوى وما فيش دور خالص للسكريات العسل البيض والعسل السود والمربى لو سمحت ما تعمليش كده عشان ابنك بعد شوية هيكره الاكل وهيكرهك انت شخصية هو الوحيد اللي هيبقى محبوب في الحكاة الصديد دكتور لما انا بدي له تصريح انه يأكل اكل عادي لان اللي انت بتعمليه مالوش اساس من الصحة ولا ليه اساس علمي وللأسف دي ايه دباجة